كنتوا بزاف لأصاريتوا في التعليق باش أنا لنكمل لكم الحديث عن علامات الساعة الكبرى ولهذا حلقتنا الليلة هي تكملة أو لا تتمة انتع ما بدأنا في الحلقة الماضية الدينية ولي الهدف هو أننا نقلوا ما قاله الحبيب عليه الصلاة والسلام والقرآن باش يكون في عقول المسلمين واحتفل قلوب جلوم حتى إذا كان غافل عليها شي حد منها أو لا ما عرفهاش أو لا ما فهمهاش أو لا نساها نذكروه بها وأنا أولكم التي كنت أجهلها وشكرا لكم حيزاش أصاريتوا باش أنا منجتهد ونجيبها لكم بأدلة صحيحة ما تمشوفين وخليكم معي في حلقة اليوم وغادي سأجبكم سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي كنتم لكم تكونوا في آخر وآخر وموركم هانيا سؤال حلقتنا الماضية عن من هم المغضوب عليهم اللي جاوب جاوب انتع اليهود كان قوليه صحيح واللي قال نصارى فالنصارى هم الظالين واللي قال يا ما عرفش كان قوليكم برافو عليكم لحكيتش جرأتوا أنكم اعترفتوا بلي أناكم ما عارفينش وهذا في حدداته شي حاجة ليزوينا أما سؤال حلقتنا اليوم هو ما الصورة التي بدأت باسم من أسماء الله الحسنى وكيف العذاب يا سوخ اللي يتعليق ديولكم التحت حيث رامي تنقرها كلها وكدائما شكرا على الكلام الجميل والمفرح والإيجابي اللي تخرج من قلوب 95% منكم وهذا يدل على طيبوبة الأصل ديالكم وأفتخر وأفتخر أنه كل نهار كي تزاد في عائلتنا أعضاء اللي هم منقيين ومثقفين ونيتهم يزيدوا في القاموس ديالهم شي حاجة إيجابية شكرا لأنني بسم بابكم وليتك نعرف بزاف ديال حويج في الدين ديالنا دين محبة وسلام دين سلم ودين ليين والجملة الشهيرة اللي كلكم عارفها دار راه داركم لا تبخلوش عليا بالضغط على زر الإعجاب وتفعلوا الجرس بشكل من الناس اللولي لكي توصلوا بالجديد كثرت عليكم وغدا نقول لكم دابا لنا أبدأ يا متابعين يا كيران في ديال الحلقة إذا كنتوا بقين عقلين كنا تتكلمنا على 4 من علامات الساعة وقالنا بل أنه في المجموع كينيستا وذكرنا منها الشمس والدخان والدابا والمسيخ المسيخ الدجال وش حال من واحد أعقب على كلمة المسيخ اللي كنت نقول وقال بلي لا راسمتها المسيح وبيانسور قلت ضروري نجاوبكم على هذا السؤال كيلي تقول من علماء وفقهاء بلي أنهم بزوج صحاح بشط إذا قلت المسيح نزيد عليها الدجال أما إذا قلت المسيخ يمكن ما تزيدش عليها الدجال حيث معروفش كون هو فالمسيخ صمي بهذا الاسم نسبة لأنه ممسوخ العين والمسيح يقال على عيسى بن مريم عليه السلام لهو نبي معظم مكرم من قبل مولانا سمي بمسيح حيث إذا مسح على الإنسان شفاه الله فهو مسيح الرحمة والهدى والإيمان وإذا قلنا المسيح وسكتنا غادي نعرفه مباشرة لأنه كان تكلم على نبي الله سيدنا عيسى روح الله وكلمته فالدجال نقدرون نقول عليه أيضا المسيح الدجال حيث غادي يمسح الأرض من مراه غادي يوصل للمشرق ديالها والمغرب ديالها مع ذا مكة والمدينة وبيت المقدس ومن الأفضل اللي يدكل عليه المسيخ لأنه اسم على مسمى وكانت من هذه النقطة نكونوا تفهمنا عليها دابا المسيخ غادي يبان في الآوينة فاش غادي يضعف الدين عند الناس مولا نذكر في القرآن الكريم قضية نزول سيدنا عيسى باش المؤمن يكون انتقا من نزول دياله تثبيسا لكلام رسول الله وإن من أهل الكساب إلا لا يؤمنن به قبل موته قال مفسرين قالوا لي هذه الآية كتقصد سيدنا عيسى وإن من أهل الكساب دكلي كانت يأمن به اطلقوا عليه صفات محددة إلا لا يؤمنن به قبل موته غاية أمن بسيدنا عيسى إيمانا حقيقيا يوما لا ينفع الإيمان وكاين أيها اخرون كتقول وإنه العلم الساعة قال مفسرين قالوا بلي أنه عيسى هو علم الساعة هاد الآيتان ديال سيدنا عيسى كيحددو نزول دياله علش سيدنا عيسى وماشي آدم أبو الأنوياء باش يثبت للأتباع دياله وآلهوه بلي أنه هو ماشي ابن الله وباش يجوب على هدوك اللي قالوا إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله لما غادي جي عيسى قدم ناس غادي تبان زوج نتائج النتيجة اللولة إيمان المسلمين الموحدين أن كلام الله صدق ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وهذه الفرقة اللي قالوا بلي صلب وهو ابن الله إلى ما آخره فهذا عيسى كيفاش صلب وعود رجح ما قتل وما صلب الأمر الثالث هو أصلا رفع لعند مولانا وقتل الشبيه دياله كيف كنت حكيت لكم في الحلقة على سيدنا عيسى إذا رجعتوا للقناة شوي اللو ردي تلقاوها لما رفع سيدنا عيسى كان باقي في الحياة دياله بقية لغادي دوزة أو لسيحياها ما بيلمسلمين الهدف اللي جاي انتاع الساعة لما غادي ينزل سيدنا عيسى عليه السلام غادي يثبت بقية المؤمنين غادي يمسح على الرؤوس ديالهم لما المسيخ غادي يبان ويبشرهم بالأماكن ديالهم في الجنة ولو أنه صلى مكان إمام المسلمين بذن ما غادي يشيفهم وهو كان قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لإسلام جمع الحبيب ولكن غادي يصلي تابع الرجل عادي من الناس في بقية الحلقة غادي ينترقوا في هذا الموضوع وهذا إثبات على أدب سيدنا عيسى مع أخيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام علش سيدنا عيسى والي غادي يكون في علامة الساعة حيث شو هو النبي اللي نطفيه الضجة أنه ابن الله وأنه صليب إلى ما آخره وهذا غادي يكون جواب عملي أنه سيدنا عيسى عليه السلام غادي ينزل بالعمر تحت 33 سنة كما رفعه وللمعلومة فأهل الجنة كلهم عربا أطرابة ستكون الأعمار لهم كأعمار سيدنا عيسى عليه السلام لما رفع نساء ورجالا أما الأطفال هم قطع خاصة في الجنة ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورة سبحان الله العظيم سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام في حديث يقول الأنبياء إخوة من علات زعمة إخوة من أمهات مختلفة وأمهاتهم شتى ودينهم واحد يعني ما كنش حاجة اسمه الأديان السماوية هذا مصطلح غير شرعي لقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وص به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ما قالش الأديان ولا تتفرقوا فيه توراة الإنجيل وما آخره كتسم بشرائع مختلفة لجات نتيجة اختلاف البيئة نجعل حديث نتعسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لتيقول فيه وإني أولى الناس بعيسى بن مريا تقول لأنه لم يكن بيني وبينه نبي هو الجواب وإنه نازل فإذا رأيتموه فعرفوه ودبا غديد لنا عليه كيفاش داير تقول أنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض زعماء ما بين طويل وما بين قسار فقم المتوسط في الطول ما بين ديك متر وسبعين متر وثمانين تقريبا وماشي أصمر ولكن فاتح تقول سيدنا محمد عليه ثوبان زعماء لابس زوج ديال الأثواب واحد من تحت واحد كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلال سيدنا عيسى إذا التحنى تقاطر بالجبهة دياله حبات كحبات الجموان وإذا رفع رأسه كيكون عليه واحد النور أما البلال فهو كتكون واحد رائحة ليدسوينة حيث المؤمنين في الجنة لم يكن شعزة مثل الفضلات ديال الماكلة التي تياكله عوضها كيخرج رشحا على جلد العبد الله ريح كريح المسك كريح عيسى يعني ذلك الريح اللي هتكون كتخرج هي ريحة المسك اللي هي اللي عند سيدنا عيسى عليه السلام فيدقوا الصليب زيما تيهرسوا ويقتلوا الخنزير علاش؟ حيثش هم محلوا لرأسهم كي يكلوا وسيدنا عيسى حرموا فهو محرم في الإنجيل ويضعوا الجزية زيما غادي تحبس الضرائب ويدعوا الناس إلى الإسلام زيما غادي نمي الدعوة أو لا سيدعوا إلى الإسلام ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام معناها ما غاديش يبقى في الزمان دياله أنا من هالدين ولا من هالدين أي بقى الإسلام فقط في نوز العيسى عليه السلام غادي تنعدن جميع الأديال الأخرى وهذه بشارة أمل أنه مهما عشنا اليوم من فساد لما آخره الإسلام غادي انتصر في الأخير دين الله غادي يكون هو الأقوى نكمل الحديث ويهلك الله في زمانه المسيخ الدجال ثم تقع الأمانة على الأرض زيما غادي انتشر الأمان قمة الأمان لدرجة أنه حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحياة لا تضرهم فيمكث أربعين سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون صدق رسول الله أنا أرجع لشوي اللور كيف غادي نزل سيدنا عيسى عليه السلام غادي يدخل على الناس في صلاة العصر وهناك روايات كتقول بلي أنه غادي يدخل في صلاة الصبح ولكن الأقرب هي صلاة العصر كيدخل على الناس للمسجد والإمام يلا بغي يكبر يلا بغي يقول الله كبر فالناس غادي تشوف سيدنا عيسى عرفاته وغادي تغوط وفرحانين عيسى رسول الله أول مرة غادي تشوف هذا المكان والمسجد غادي تقع واحد ضجة والإمام غادي تراجع حيث الشنبي غادي يخلي هو اللي يتقدم غادي يقول سيدنا عيسى لا أنت إمامنا صلي لما غادي يصلي ويسألي غادي يبدو يصفحه الناس والدرجال كين في الخارج ما يقدرش يدخل للمسجد وهذا الدليل على أنه والدرجال ما يقدرش يأثر على هاد الفرقة الثابتة المسلمة لتابع الكتاب الله وسنة رسوله هذه الفرقة لما يأكله ما يشربه ولكن بالعكس الأكل ديالهم والشرب ديالهم من التسبيح والتهليل اللي غادي يشبعهم وغادي يوكلهم وغادي يشربهم الله الله سيدنا عيسى غادي يبدو يمسح على رؤوس المؤمنين ويهدأهم ويطمأنهم ويبشرهم بالأماكن ديالهم في الجنة ويقول لهم افتحوا هذا الباب تعمل الباب ديال المسجد اللي هما أصلا كانوا سدين عليهم خوفا من الدجال اللي كان هو والأتباع ديالهم بسيوف ديالهم غادي يحلوا الباب وإذا بالمسيخ في الخارج معاه سبعين الف من الأتباع ديالهم من اليهود والمنافقين المسيخ غادي يبليه سيدنا عيسى غادي هرب سيدنا عيسى غادي يتبعو غادي يقول ليه لن تنجوا مني غادي يخلعو كيف هو وخلع الناس قد الترجال غادي يتبعو من دمشق إلى بيت المقدس لأنه المسجد اللي صلى فيه سيدنا عيسى عليه السلام كان في دمشق أرض الشام سيدنا عيسى غادي يبقى تابعو حتى يوصل للمدينة اللد اللي كان في فلسطين اللي تمه فين غادي يوصل عليه الدجال في هذه اللحظة كيف هاش غادي يموت تخيلوا غادي تخنق برائحة عيسى حيشة للأصل دياله هذا الدجال هو شر غادي يدوب كيف الملحة غادي تحلل باش برائحة الإيمان الزكية اللي كتفوح من سيدنا عيسى عليه السلام غادي تحلل هاد المسيخ حتى من الأتباع تجولوا غير غادي يشمو هاد الريحة نتع سيدنا عيسى ليه المسك وغادي يموتوا تخيلوا غير بالرائحة لا سيوف ولا عراق ولا حتى شي حاجة من هاد القبيل وهذا دليل على هادوك الطغات شح المطهو في الأرض ربي كيطيرهم بأبسط حاجة لك شي باش تقول لك خاصنا نكثروا وتكون الأيام ديالنا دائما من غير رمضان صلاة وذكر وجلس مع أهل العلم ومحبته العلماء والصالحين والتجمع للخير علاش حيث تشد الأمور كتعطي للإنسان القوة في العقيدة والتفكر الصحيح في كل من ضير بي في الدنيا وتقول لي حتى هو كيتمثل فيه ذلك شي اللي باشقى الروح ديالله أيوه والروح ديالله والقلب ديالله ما كتقول لي تعرف لا حزن ولا أسى ولا ألم ولا تشي حاجة أي حاجة تستعليه كتعرف بلي أنها رحمة من مولانا أو لحب من مولانا فوق من هذا الشي دائما كيكون في باله بلي أنه لله يد تعمل في الخفاء في جميع الأمور دياله نرجع لقصة ديالنا من بعد هذا الشي غدا ترجع حقيقة الإنسان كإنسان كل شي غدا يتتاوى بلي هو عبد الله أول نزول ديال نعيسة غدا يقضي على الدجال وغدا ينتشر الأمان في الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقار والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان وبالحياة لا تضرهم تشي حد ما غدا يتأذى من الأخوة احتم الحيوانات مع بعضهم درجة أنه الرجل غدا يقول يزحفنا من القمح ويلوحى بلا حرث وغدا تقول كتنبت سيدنا عيسى فيمكث أربعين سنة بهذا الأمن والأمان وغير المؤمنين في الأرض ولكن قبل هذا الرابعين سنة باش منساش غدا يسبال المصيبة الكبيرة واللي هي يأجوج ومأجوج هاد الأدميون لما كيتميزوا بحتاش يصفزونا نهائيا وغادي يجيوا باش يخربوا الأرض ويفسزوا فيها ويقتلوا فيها هنا مولانا سيأمر عن طريق سيدنا جبريل لسيدنا عيسى أن نحرج بعبادي لجانبي الطور والقصة كاملة انتع يأجوج ومأجوج تهيكينا في القناة هاد نخلاليكم التحت في صندوق الوصف باش ما نعودش نكررها في هذه الحلقة اللي ماشرش القصة يشوفها وأخيرا غدي نجاوبكم على واحد السؤال اللي كنت قريته ديك النهار اللي مات ما غديش يشوف هاد الشي اللي قلنا من العلامات باش نكونوا متفاهمين ولكن هذا لا يعني بلي أنه هادك اللي مات قبل ما يشوف الساعة حسن من هادك اللي يبقى أو اللي يحضر في الوقت ديالها سؤال أخير أين المهدي المنتظر فهاد الشي كله باختصار مفيد البعض من العلماء تقول بلي أنه هو علامة من علامة الساعة ولكن في البخاري ولا في مسلم ما كان حتى شي دليل ولا شي كلام كيدل على هذا والله أعلم لهذا فضلت باش أنا ما غديش نتكلم عليه وصراحة ما بحثش بزاف وكتفيت بهذا الكلام اللي يجبت لكم من عند الشيخ وعالم في الفقه وهذه هي حلقتنا اليوم اللي كانت تمنى أنا تكون نالت إعجابكم ونكون لبيت الطلب ديالكم وإذا كان عندكم شي اقتراح في قصص وحد آخرين خليهم لي لتحت حيث كان قرأهم كاملين وما تنسوش إذا جاءت على خطركم كهدية منكم لي تضغطوا على زر الإعجاب وشهد المحتوى والقناة ستطلع عندنا وحد آخرين وتكون عندهم فرصة أنهم يتذوقوا ويفهموا ويعرفوا شي حويش لما كانوا مش عارفينهم دمتم في رعاية الله وحفظه شكرا على وجودكم شكرا على حبكم تلقوا في مقارب سلام سلام وأنا أيضا أحبكم